السلام عليكم مرحبا بكم في مقاطعة البافاريا جئت خصيصا إلى هنا من مدينة شتودغارد إلى مقاطعة البافاريا التي لا تبعد عني سوى ساعة واحدة سوف أريكم فيديو وصورة للافتة انتخابية أتارت جدلا واسعا هنا في مقاطعة البافاريا سوف أريها لكم سوف أخبركم فقط عن هذا الحزب الذي استعمل هذه الصورة ولماذا استعمل هذه الصورة هذا الحزب يسمى دي بارتاي وهو حزب كوميدي يستعمل السياسة من أجل السخرية من السياسيين ومن الأحزاب السياسية إلى آخره كما تعرفون بأنه مؤخرا عدد كبير من الأحزاب من بينها حزب البديل وحزب الـ CSU دائما يستعملون ورقة الإسلام وورقة الحجاب من أجل كسب أصوات وكسب شعبية كبيرة في الانتخابات لكن هذا الحزب عمل صورة لمرأة محجبة سوف أريها لكم الآن صورة لمرأة محجبة ليقول لهم بالعكس وجود المرأة المحجبة في ألمانيا ووجود المرأة المحجبة في مقاطعة البافاريا ووجود ديانات متعددة وناس متعددة وتقافة متعددة في مقاطعة البافاريا يجعلها جميلة جدا انظروا معي إلى هذه اللافتة الانتخابية ها قد وصلنا أصدقائي كما تلاحظون من وراي هذه الصورة التي يعتمدها هذا الحزب الكوميدي الذي يسمى دي بارتاي سوف نقترب أكثر من الصورة نحن الآن نقترب من هذه الصورة التي تظهر فيها هذه المرأة المحجبة وأسفلها مكتوب بافاريا جميلة هذا الحزب الذي يسمى دي بارتاي وهو حزب كوميدي فكاهي أصدقائي ما رأيكم باستعمال مثل هذه الصور في الحملات الانتخابية أصدقائي أولا حزب دي بارتاي الاستهزاء من الأحزاب اليمينية المتطرفة وبصراحة فكرة رائعة لأن بافاريا جميلة والعالم كل جميل وألمانيا جميلة وكل مكان في هذا الكون جميل إذا كان هناك التنوع والإيمان بالاختلاف واحترام جميع الأديان وجميع الأعراق رغم أن هذا الحزب أصلا لن يكسب في الانتخابات إلا أنه دائما يمرر رسائل سياسية للأحزاب المتطرفة وأيضا للشعوب المتطرفة كانت هناك على فأضل عن كبوت أو شيء من هذا القبيل آسف أصدقائي لكن ما رأيكم في استخدام هذا الحزب لهذه الصورة صورة امرأة محجبة تبتسم وتظهر عليها يعني صراحة تاقة إيجابية ما رأيكم في هذا الأمر لأنه صراحة أنا يعني انبسط لهذا الأمر لأنه سوف يغير أيضا فكرة الناس عندما يرون ملسقا لمرأة محجبة مبتسمة متفائلة كلها تاقة إيجابية لكي يغيروا شيئا ما نظرتهم عن الحجاب وعن الديانة الأخرى وعن الإسلام ويركزوا فيما هو أهم ألا هو القضاء على البطالة إيجاد فرص عمل للناس لأنه هذا ما يرغب به الناس وأي حزب يعتمد على سياسة العنصرية وسياسة الكراهية آخرته مزبلة التاريخ السلام عليكم